المشتقات اللي ناخذها بصفة الثالثة المتوسط هاي الصفة المشبهة بها امور لازم انت تعرفها اولا اذا سئلك عرف الصفة المشبهة شنو هاي الصفة المشبهة شنو راح نعرفها راح نقول هي هي اسم مش بيه هذا الاسم مشتق مشتق من الفعل الثلاثي يعني شرط انه يكون الفعل شبيه ثلاثي مو بس هيج اللازم لازم يكون الفعل لازم مو متعدي من هي اسم مشتق من الفعل الثلاثي اللازم يدل على الصفة وهاي الصفة شبيهة ثابتة او شبه شنو او شبه ثابتة ثابتة او شبه ثابتة بالموصف طبعا لازم تعرف انه اركان الجملة الصفة المشبهة لها اركان اركانها تتكون منيا تتكون الركن الاول من الموصوف اللي انا راح اوصفه وبعدها اش يجي بعد الموصوف تجيني بعدها الصفة وهاي الصفة اللي اشتقيناها واللي راح نسميها صفة مشبهة وبعد الصفة المشبهة ش راح يجينا طلاب راح يجيني اسم وهذا الاسم هذا الاسم الى ثلاث حالات هذا الاسم اللي يجيني بعد الصفة المشبهة الى ثلاث حالات راح ناخذه ان شاء الله نهاية الدرس هسه نيجي نسأل سؤال نقول مثلا خلنا اخذ مثال على هسه هذه القاعدة مثلا اذا قلنا الدم احمر لونه الدم شنو احمر لونه هذه الجملة منين متكونة متكونة من الموصوف اللي هو الدم واحمر هي الصفة المشبهة هذه الصفة هي ثابتة او شبه ثابتة بيمن شبه ثابتة او ثابتة بيمن بالدم دم ميتغير لونه لونه هذا لونه المعمول ما للصفة المشبهة وهذا المعمول إلى حالات راح ناخذها إن شاء الله بنهاية الدرس هسا خلنعرف إذا إجاني سؤال وقال لي قال لي بالسؤال من من أين نشتق الصفة الصفة المشبهة من أين نشتق الصفة المشبهة من أين نشتق الصفة المشبهة لازم تعرف إن الصفة المشبهة تشتق من الفعل من الفعل الثلاثي لازم من الباب الرابع والخامس من أين فعل تشتق؟ تشتق من الفعل الثلاثي اللازم من الباب الرابع والخامس إذا سألني وقال لي لماذا سميت الصفة المشبهة بهذا الإسم؟ لماذا سميت الصفة المشبهة بهذا الإسم؟ ليش سميناها بهذا الإسم؟ ماذا سنقول؟ نقول سميت صفة مشبهة لأنها تشبه من هو؟ لأنها تشبه اسم الفعل يعني شنون تشبه اسم الفعل؟ يعني اسم الفعل مكان هو يوصف لي يوصف لي حالة هذا الشخص هو اشتقاق يدل على من قامه بالفعل ولكن الفرق بينه وبين الصفة المشبهة أنا من أوصف باسم الفعل راح أوصف الشيء ممكن يتغير يعني من أقول محمد كاتب ممكن محمد بعد فترة يكون دارس أو يكون تاجر فإهنا شنو؟ فإهنا أنا جاي أصف صفة غير ثابتة بمحمد من أقول مثلا زيت جالس بعد فترة ممكن يوقف زيت فإهنا أنا جاي أسوي جاي أصف وصف غير ثابت باسم الفعل أما بالصفة المشبهة من أقول الدم أحمر لونه ما راح يتغير لون الدم راح يبقى ثابت صفة ثابتة أو شبه ثابتة بيمن بالموصف هسا خناخذ اشتقاقة شلون نشتق؟ اسم الفعل أو الصفة المشبهة إذا إذا إجاك سؤال بالامتحان وقال لك اشتق اشتق من الأفعال الآتية صفة صفة شنو؟ صفة مشبهة مشبهة ذاكرا وزنها والسبب هذا منطوق ممكن شي يقول لك؟ ممكن يقول لك هات صفة مشبهة من الأفعال الآتية ذاكرا وزنها والسبب باب نبلش أولا وهي يا باب احنا مو قلنا من الباب الرابع والخامس نبلش ويا أفعال الباب منوا الباب الرابع وش نقصد بأفعال الباب الرابع طلا باو الصفة المشبهة تشتق من بابين رابع وخامس ومن يا أفعال لأفعال اللازمة أنا أجي للباب الرابع إيش أقول؟ أقول الباب الرابع هو فعل في الماضي مكسور بالماضي وشبيه ومفتوح ومفتوح في المضارع يعني مكسور بالماضي ومفتوح وين بالمضارع هذا يا باب أسميه هذا أسميه الباب الرابع هذا الباب أعرف إليه إليه كم وزن إلي ثلاث أوزان للصفة المشبهة الباب الرابع كم وزن إليه ثلاث أوزان الوزن الأول راح أقول أفعل شنوه؟ أفعل فعلاء أفعل للمذكر وفعلاء للمؤنث الوزن الثاني ش راح يكون؟ راح يكون فعلان فعلاء ش راح يكون؟ فعلان فعلاء والوزن الثالث أيضا فعلان طبعا للمذكر وفعلاء للمؤنث والوزن الثالث راح يكون فعل شنوه؟ فعلاء هذا شنوه؟ هذا الوزن اللي راح يكون الثالث اللي هو راح يجيني مضموم في الماضي مكسور في الماضي وهنا أيضا نفس الحالة مكسور للمؤنث هايا شنوه؟ هايا شنوه؟ هايا أوزاني هاي الأوزان مالتي طلاب قالني لازم أعرف شوكت أستخدمهن آني أفعل فعلاء أستخدمه إذا كان الفعل دال على واحد من ثلاث أمور إذا كان دال الفعل على لون أو إذا دال على عيب أو إذا دال على شنوه؟ حليه أستخدم يا وزن أفعل فعلاء الوزن الثاني أستخدمه السببين السبب الأول إذا كان الفعل دال على خلو أو دال على يمان على امتلاء وهذا الوزن إذا الفعل ما احتمل واحد من هاي الأوزان إش راح أوزن؟ راح أوزن على هذا الوزن واضح؟ خلي نبلش بأول وزن أول وزن اللي هو إش راح يكون؟ راح يكون أفعل اشتق على وزن أفعل شوكت إذا كان الصفة المشبهة الشيء الأريد هو وصفة مذكر وفعلاء إذا كان شنوه؟ إذا كان معنث هذا شوكت أشتق بثلاث حالات الحالة الأولى إذا دل الفعل على يمان إذا دل الفعل على لون إذا جيت للفعل ولقيته دال على يمان على لون مثلا إذا قلنا الفعل هنا للمذكر للمذكر إش راح نشتق للمؤنث شنون راح نشتق للمؤنث والسبب ليش؟ إحنا اشتقينا على هذا الشكل الفعل مثلا إذا قلنا حميرة وإذا قلنا مثلا صفيرة وإذا قلنا خضيرة وإذا قلنا زارقة وإذا قلنا بيضة وإذا قلنا سويدة هاي أفعال دالة على يمان هاي أفعال دالة على لون هس آني ما أحتاجيت أنه أعرف هل هاي الأفعال من الباب الرابع وهل هي لازمة أو لا مجرد دقيتها دالة على يمان دقيتها دالة على لون هس أريد أشتقها أقول حميرة عدي للمذكر ش راح أسويها على يا وزن على وزن أفعال وللمؤنث فعلاء فش راح أقول حمرة ش الصير للمذكر الصير أحمر للمؤنث حمرة شنو السبب شنو السبب اللي خلاني أسويها على هاي الوزن طبعا أحمر أضيف بالبداية يعني ألف وعلى وزن فعلة يعني أضيفا بالنهاية ألف و همزة راح أقول السبب لأنه لأنه شنو لأنه فعل هذا الفعل شبيه لأنه فعل ثلاثي زياد لأنه فعل ثلاثي نوعا لازم من يا باب من الباب الرابع شنو السبب السبب لأنه من الباب الرابع دال على لون لهذا السبب أنا سويته على يا وزن سويته على وزن أفعل فعلة ناخذ فعل ثاني مثلا صفيرة ش راح يصير راح نقول أصفر شي يكون أصفر للمؤنث صفراء خضرة راح أقول أخضر للمؤنث ش راح أقول أقول خضراء زرقة ش أقول أقول أزرق للمؤنث ش أقول أقول زرقاء بيضة أقول أبيض للمؤنث أقول بيضاء سودة ش أقول أقول أسود للمؤنث سوداء سوداء والسبب ليش لأنه فعل ثلاثي لازم من الباب الرابع دال على لون نشتق على يا وزن على وزن أفعل فعلة هاي الحالة الأولى الحالة الثانية اللي هي أيضا راح نشتق على يا وزن راح نشتق على وزن أفعل فعلة فعلة أيضا راح نشتق على يا وزن أفعل فعلة ولكن السبب هالمرة شنو هالمرة السبب إذا إذا دل الفعل على يمن إذا دل الفعل على هناك دل على لون هنانا على يمن على عيب إجيت للفعل لقيته دال على عيب العيب نقصد به هو عيب يعني خلقي هو مو مرض هو مو مرض يصيب الإنسان هو على الأغلب يكون عيب خلقي موروث يعني من من الصغر أيضا نحتاج أنه نعرف الفعل إذا ردنا نشتق ونحتاج نعرف أنه أكو إلي للمذكر وإلى المن إلي للمؤنث والسبب الفعل مثلا إذا قلنا عريجة وإذا قلنا بكيمة وإذا قلنا خريسة وإذا قلنا مثلا حديبة وإذا قلنا عويرة هاي أفعال شنو هاي أفعال دالتلي على عيوب أنا أريد هس أجي أسويهم صفة مشبهة شلون راح أشتق صفة مشبهة للمذكر أفعل ولمؤنث فعل عريجة يصير يصير أخرس للمؤنث خرساء حدبة أحدب للمؤنث حدباء عورة يصير أعور للمؤنث عوراء شنو السبب السبب راح نقول لأنه فعل ثلاثي لازم من الباب الرابع دال على عيب هسا ناخذ جيم جيم شنو جيم إذا دل إذا دل الفعل على يمان إذا دل الفعل على حلية حلية يعني زينة أيضا نحتاج نعرف الفعل اللي يدلي على الزينة ونعرف للمذكر و للمؤنث وال السبب الفعل اللي هو راح يكون مثلا حسنة ومثلا إذا قلنا كحلة وإذا قلنا شنو حاويرة هاي علي من دل الأفعال هاي الأفعال دلتلي على زينة هسا أجي أقول حسنة شصير الصير أحسن للمؤنث الصير حسناء كحلة شصير الصير أكحل للمؤنث الصير كحلاء أحلاء حاورة شصير الصير أحور للمؤنث الصير حوراء شنو السبب السبب لأن الفعل من الباب الرابع دال على شنو حلية لأن الفعل لأن الفعل شبي طبعا لننسى ثلاثي ثلاثي لازم من يا باب من الباب الرابع دال على حلية هسا خلصنا طلاب من أول وزن للصفة المشبه اللي هو أفعل فعلاء ننتقل للوزن الثاني يا وزن الوزن الثاني اللي هو ش راح يكون اللي هو يكون فعلان للمذكر و فعلاء المن للمؤمن هادش وقت نستخدمه نستخدمه بحالتين اللي هي أليف إذا كان دال المن إذا دال على خلو ونقصد بالخلو إنه إحنا راح نجيب فعل يدللنا على شيء خالي يعني شنو شيء خالي خلنا أخذ علي أفعال وتعرف الفعل مثلا إذا قلنا عطشة عطشة معناه شنو معناه إنه هذا الإنسان خالي من الماء فإنه فإنه عطشة يعني خالي إذا قلنا جوعة إذا قلنا جوعة وإذا قلنا شنو إذا قلنا صدية إذا قلنا صدية هاي أفعال من العطش إذا أدي الفعل هنا المن للمذكر وهنا للمؤنث وهنا السرد عطشة عطشة شي صير يصير عطشة عطشان شي صير عطشان للمؤنث شنقول نقول عطشة نقول عطشة جوعة شنقول نقول جوعان للمؤنث راح نقول جوعة صدية أقول صديان للمؤنث صدية هنا ليش أستاذ خلينا آل ليش ما خلينا ألف مقصورة لأن الفعل منتي باليا فلازم نخلي ألف مد هس نذكر السبب شنو السبب نقول لأنه فعل وهذا الفعل شبيه ثلاثي لازم من الباب الرابع دال على خلو لهذا اشتقينا على هاي الأوزان هس أعدي باء باء شنو باء إذا كان الفعل دال على امتلاء والامتلاء هو شنو اللي هو عكس الخلو الفعل للمذكر للمؤنث والسبب ش راح نقول راح نقول مثلا جاعة شنو عكسها شبيعة شبيعة عطشة شنو عكسها عكسها روى راوية عدك غضبة غضبة وهي معناه انه الشخص وصل اعلى مراتب الامتلاء من الغضب غضبة تختلف عن حزنة وفرحة حزنة وفرحة ما توصل للامتلاء ولكن الغضب معناه انه وصل هذا الشخص الى مرحلة جدا عالية من الغضب فهس اريد اعرف للمذكر وللمؤنث شراح يصير شبعة شنقول شبعان للمؤنث شبعة راوية شصير ريان للمؤنث راح يصير ريا غضبة شصير يصير غضبان للمؤنث غضبة للمؤنث شنو غضبة شنو السبب السبب لانه فعل ثلاثي لازم من الباب الرابع دال على شنو على امتلاء دال على اليمن دال على امتلاء خلصنا من هسا خلصنا من اول وزنيا اللي هو فعل وفعلة خلصنا من الوزن فعل وفعلة هسا ننتقل الى وزن اخر واللي هو الاخير اوزان الباب الرابع اللي هو راح يكون الوزن فعل و و فعلة يا وزن الوزن الاخير اللي هو فعل و فعل ايضا نحتاج للمذك او نحتاج الفعل وللمذكر وللمذكر ولمن وللمؤنث والسبب باع طلاب هنا فعل وفعلة انا اش وكت راح استخدم هذا الوزن ويا الباب الرابع اش وكت اذا لم يدل الفعل على اي معنى من المعاني السابقة وكان وكان من الباب الرابع جيت للفعل اللي قيت من الباب الرابع وما دلي على اي وزن من هذه الاوزان السابقة يعني شنو ما دلي يعني لا دال على خلو لا دال على امتلا لا دال على اللون لا عيب لا حلي وشنون اشتقى على وزن فعل وفعل مثلا اذا قلنا اذا قلنا فريحة واذا قلنا مثلا نظرة نظرة واذا قلنا ضجرة ضجرة واذا قلنا مثلا بعد حزنة خايش شنو هاي هاي افعال من الباب الرابع اريد اشتاقها ش راح اقول اقول فرحة للمذكر راح اصير فرح للمؤنث فرحة نظر شصير اصير نظر نظر للمؤنث شصير الصير نظرة ضجر شصير ضجرة الصير ضجر طلاب مجرد ما جاي اصوي مجرد ما جاي اضيف هذا الالفل بالاخير هذا نحذفه ضجر لان بالجملة ممكن اخلي هنا تنوين ضام ممكن اخلي تنوين فتح حسب السياق ما للجملة وللمؤنث شا اقول اقول ضجرة حزن شصير الصير حزن للمؤنث حزنة شنو السبب السبب لانه فعل وهذا الفعل شبيه ثلاثي من الباب الرابع دال من الباب الرابع لانه فعل ثلاثي لازم من الباب الرابع يكون على وزن فعل او فعله اش وكيد اذا لا دلي على لون لا دلي على امتلاء لا خلو لا عيب ولا حلية هايا بالنسبة المن هايا بالنسبة الى الباب الرابع هسا خلنتعرف على اليمن هسا خلنتعرف على حالة شاذة ما مختص بها الباب الرابع ولا الباب الخامس اللي هي هسا ثانيا ثانيا شوكت راح نشتغ صيغة صفة مشبهة من افعال لا هي من الباب الرابع ولا هي من ولا هي من الباب الخامس باب اذا اذا كان الفعل اذا كان الفعل معتل الوسط بالالف اذا كان الفعل شبيه معتل الوسط بالالف يكون او تكون الصفة ال مشبه منه على وزن على يا وزن على وزن فعيل مع مع قلب الالف الى يا مع قلب الالف المن الى يا وادغامها مع الوزن استاذ شنو معنى هذا الحاج رح يجنك افعال هاي الافعال رح نشتقها على يا وزن رح نشتقها على الوزن فعيل على يا وزن على الوزن فعيل بس شنو الشرط حتى نشتقها على الوزن فعيل صفة مشبهة الشرط انو الفعل يجيني الوسط مالتة شنو الوسط مالتة حرف الف استاذ طينا مثال مثلا مثلا إذا قلنا سادة وإذا قلنا جادة وإذا قلنا بانة وإذا قلنا لانة هذه أفعال شبيهة؟ تقول هاي أفعال استاذ معتلة الوسط بيمن بالألف مثلا إذا قلنا طابة أيضا شنو طابة؟ أيضا معتل بيمن بالألف أنا من أريد أشتاقها بعد ما عندي مذكر ومؤنثية هاي الحالة نشتاقها فقط شنو على وزن فعيل إش راح نقول؟ راح نقول للقاعدة تقول هاي الأفعال اللي بيها ألف لازم أقلب الألف مالتها إلى ياء عندما أصيخها على وزن فعيل ودغم الياء ويامن وياء عين وياء الياء مالة الصفة المشبهة فسادة شي صير يصير سيد قلبنا الألف إلى ياء ودغمنا مع الياء مالة الوزن جادة شي صير جادة يصير جيد بانة شي صير بانة يصير بين لانة شي صير لانة يصير لين طابة شي صير طابة يصير طيب مع تجديد شنو؟ مع تجديد الياء شنو السبب؟ الوزن مالتنا هو راح يكون فعيل والسبب السبب لأنه فعل ثلاثي لازم معتل الوسط بالألف لأنه فعل ثلاثي لازم معتل الوسط بالألف هو إذا ردنا نشتاق الأفعال ما للصفة المشبهة من الباب الخامس إحنا لازم نحفظ هاي السبع أوزان اللي هي منه؟ اللي هي فاعل فعل وفعل 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 وفعال وفعيل وفعل هاي السبع أوزان أنت مطالب بحفظها للصفة المشبهة ما للباب الخامس عندك فعل بالمنهج منطيك فعليا اسميا عليها اللي هو حسن حسنون وبطلون هاي شنو؟ هاي الساوية لصفة مشبهة إمنيا من الفعل حسنة وبطلة اللي هو الباب الخامس منه اللي هو على وزن فعل بالماضي ويفعل وين؟ بالمضارة عندك فعل مثلا إذا قلنا صعب أو سهل من يا فعل جاية جايتني من الفعل صعبة وسهلة صفة مشبهة من فعل صعبة وشب وسهلة فعل مثلا إذا قلنا حلو أو صلب فعال مثلا إذا قلنا شجاع فرات أجاج زلال هذا شنو؟ هذا صفة مشبهة من الفعل شجعة وفرطة و أجاج وزلة هناش عدي عدي فعال فعال مثلا إذا قلنا جبان رزان جواد حصان فعيل وفاعل فاعل طبعا هذا طلاب هذا الوزن لم يرد لم يرد شنو وزاريا يعني هما دائما بالوزارة حاولون يتلافون هذا وزن الفاعل لأنه يربط وين يربط على اسم الفاعل ولكن انطعني بعض الأفعال لازم أعرفها آني اللي هي طاهر طاهر وكافر وعاقر وكامل وش قل لي قل لي تعرفها من خلال سياق المعنى يعني إذا مثلا إجيت آني قلت امرأة عاقر هل هذه الصفة عاقر يعني ما تنجب هل هذه الصفة ممكن تتغير لو ثابتة راح تكون بالمرأة راح تكون هنا أنا ثابتة من أقول مثلا أبو لهب كافر هنا أبو لهب هل مات مسلم أم مات كافر تقول لا مات كافر إذن هذا كافر شنو هذا صفة مشبهة إليه هذا مو اسم فاعل واضح مثلا إذا أقول النبي طاهر النبي طاهر هل هذه صفة مشبهة ممكن تتغير بالنبي لو هل هي اسم فاعل ممكن يتغير بالنبي لو هي صفة مشبهة بالنبي ثابتة بالنبي تقول لا هل هي ثابتة بالنبي إذن هاي الأفعال طاهر وكافر وعاقر وكامل هاي أفعال هذي أسماء أفعال هذي صفة مشبهة منيا صفة مشبهة من الأفعال من طهرة كفرة عقرة وكملة عندي أما الوزن فعيل اللي هي الأفعال دنيع بذيء كريم شريف بعيد قريب فسيح عسير هاي تحفظها أستاذ ما أريد أحفظها أريد غير طريقة أقدر أميز بين وزن فعيل مال صيغة المبالغة وبين وزن منه بين وزن فعيل مالة من مال الصفة المشبهة أقل لك إذا رجعت الفعل الأصلا مثلا قلنا قاروبة قريب من يا فعل جايني تقول من الفعل قاروبة قاروبة يا باب الباب الخامس إذن إذن هذا الفعل مباشرة نقول عليه صفة صفة مشبهة لأنه مشتق من يا باب من الباب الخامس مثلا عسير عسير من يا فعل جايني عسير جايني من الفعل عسورة عسورة من يا باب الخامس إذن هذا شنو إذن هذا راح أقول مباشرة علي الصفة مشبهة لأن من ين اشتاق من الباب السادس واضح من الباب الخامس أقصد وهذا ينطبق على البقية دنيء بذيء كريم شريف قريب فسيح أسير بعيد كلها من يا باب كلها من الباب الخامس وذا لقيت وزن فعيل وجايلي من باب خامس مباشرة نقول هذا علي صفة مشبهة أما إذا يجاني من غير باب قول لا علي صيغة مبالغة واضح هسا خلننتقل إلى آخر وأهم شيء بموضوع الصفة المشبهة كلها اللي هو سؤال سؤال جدا مهم على الصفة المشبهة يجي وزارية شنو هذا السؤال يقلك ما حالة الاسم الواقع بعد الصفة المشبهة شنو حالة هذا الاسم اللي واقع بعد الصفة المشبهة شنو حالة الاسم الواقع بعد الصفة المشبهة أعرف أنه هذا الاسم راح تكون حالته الحالة مالته وحدة من ثلاث أمور أما تكون حالة الرفع شو تكون حالة الرفع أما تكون حالة النصب أما تكون حالة شنو أما تكون حالة الجر خل نتعرف عليه الرفع شو وقت يكون حالة الرفع الرفع إذا كان فاعل إذا كان شنو إذا كان فاعل المن للصفة المشبه النصب شوقت راح نقول علي نصب إذا كان تمييز شلونا عرفة تمييز هسه أسهل لك يا هات والجر شلونا عرفة الجار راح يكون جار بالإضافة خلني نتعرف عليهم وحدة وحدة باب راح تيجي للنص تلقى كلام ما يهمني راح تيجي تلقى صفة وهاي الصفة شنو صفة مشبهة ش راح تلقى صفة مشبهة وهاي الصفة المشبهة جايني بعدها مباشرة شنو جايني بعدها مباشرة اسم وهذا الاسم مرفوع هناش راح أخذها فاعل خلنا أخذها وحدة وحدة على كيفنا ونفتهم شنو هذا الحالات مالة اسم الواقع بعد الصفة المشبه جاك سؤال وقال لك ما حالة شنو الاسم الواقع بعد الصفة المشبهة أولاً أول حالة أولاً الرفع ش راح تكون الحالة راح تكون الحالة الرفع شلون راح أعرف هذا الحالة مالة مرفوع راح أجي للنص ألقى كلام ش ألقى ألقى كلام وهذا ميهم من الكلام وراش راح ألقى راح أجي ألقى صفة وهاي الصفة شبيها مشبهة شبيها هاي الصفة مشبهة بعد الصفة المشبهة راح أجي ألقى اسم وهذا الاسم مرفوع هذا الاسم شبيه مرفوع وعلى الأغلب ألقب هذا الاسم إيكو ها خل نجي ناخذ مثال مثلا إذا قلت هذا رجل هذا رجل شبي طيب 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 خلقه أجي للنص أول مرة أسوي أجي أول مرة أقرأ السؤال شنو قال لي ما حالة الاسم الواقع بعد الصفة المشبهة يعني أول خطوة أسويها أحدد شنو الصفة المشبهة هذا اسم إشارة رجل اسم جامل طيب شنو طيب على هذا فعل جايني من الأصل مالتا طابة إذا تذكر طابة شي يصير يصير الصفة المشبهة مالتا طيب إذن طيب هذا صفة مشبهة حددت الاسم اللي واقع بعده إش لقيته لقيته اسم مرفوع منتصل بي ضمير إذن هذا ش راح أقول شنو الحالة مالتا أقول الحالة راح تكون الرفع على إنه فاعل المن للصفة المشبهة استاذ ممكن يجيني مفعول به لا ما ممكن ما ممكن يجيك الاسم اللي واقع بعد الصفة المشبهة مفعول به ليش استاذ لأن إحنا أخذنا بالبداية قلنا الصفة المشبهة من ين نشتقها قلنا نشتقها من الفعل للثلاث اللازم إذن اللازم مش يحتاج يحتاج بس فاعل ما يحتاج اسم منصوب ناخذ مفعول به مثل الفاعل وصيغة المبالغ هس ناخذ مثال آخر مثلا إذا قلنا محمد 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 حسين شنو محمد حسين وجهه وجهه ما حالة الاسم اللي واقع بعد الصفة المشبهة ايش راح أقول أقول الحالة هي الرفع على إنه فاعل شلون عرفت دي تعال بوا حسن مو هاي الصفة المشبهة اي هذا شنو هذا وجهه تقول هذا اسم هذا متكون من وجه من وجه زاء الضمير الها هنا الوجه شعلي علامة ضمة إذا ايش راح أقول راح أقول الرفع على إنه فاعل للصفة منية المشبهة هس ناخذ الحالة الثانية اللي هي النصب شوكت آني أقول النصب الحالة الثنيا اللي هيش راح تكون النصب النصب شوكت أقول حالة الصفة المشبهة النصب النصب طبعاً راح يكون على إنه تميز تميز إذا إجيت للجملة لقيت كلام لقيت الصفة وهاي الصفة شبيهة صفة مشبهة بعد الصفة المشبهة شلقيت لقيت اسم وهذا الاسم شبيه منصوب هذا الاسم شلقيت عليه منصوب إذن مباشرة نقول الحالة مالت النصب وشنو السبب السبب لأنه تميز النصب على إنه تميز مثلاً إذا قلنا هذا رجل طيب شنو هذا رجل طيب خلقا هنا تعال هناش عدي عندي خلقا اسم منصوب وهاي الصفة المشبهة هذا الاسم المنصوب شنو حالته مباشرة نتقول الحالة حالته النصب شنو السبب نتقول السبب على إنه شنو على إنه تميز زيان مثال آخر مثلاً إذا قلنا محمد محمد حسن وجه هنا شنو الحالة مالت هذا وجه تقول الحالة مالت الحالة هي النصب النصب على يمن النصب على إنه تمييز واضح؟ هاي الحالة الثانية الحالة الثالثة الحالة الثالثة إش راح تكون راح تكون هي الجر ثالثاً الحالة راح تكون الجر الجر بالاضافة المجرور بالاضافة تلقى كلام تلقى صفة وهاي الصفة شبيهة مشبهة تجي تلقى بعدها اسم بيقال التعريف اسم شبيه بيقال التعريف مباشرة نقول الاسم اللي واقع بعد الصفة المشبهة هو الحالة مالتا الجر بالاضافة مثلا اذا قلنا هذا رجلون طيب الخلقي هنا شنو هنا حاليا هذا طيب صفة مشبهة والخلقي ش راح يكون الخلقي راح يكون الحالة مالتا ايجيت لقيت بيئة للتعريف ايه لقيت بيئة للتعريف اذا الحالة مالتا الجر بمن بالاضافة شنو الحالة مالتا الجر بالاضافة اذا قلت العراقي كريم النفسي هنانا حاليا وينها الصفة المشبهة الصفة المشبهة كريم النفسي هذا شنو هذا الحالة مالتا ايش راح يقول الحالة مالتا الجر بمن بالاضافة شنو السبب لانه جاء معرفا بإن وارحة هذه النقطة هاي النقطة جدا مهم انه تتعرف عليها بحالات الاسم لان هذا دائما يجع عليها السؤال وحرامات يضيع عليك هذا السؤال هسا خلناخذ امثلة ونعرف شلون نعرب هذا الاسم الواقع بعدها على نفس الحالات اذا قل لي اعرب ما تحته خط وخلالي خط وين خلالي خط على الاسم اللي واقع بعد الصفة المشبهة شلون راح نعربه ناخذ اول حالة مثلا اذا قلت العالم عظيم الشأني وقال لي اعرب لي الشأني مش راح اقول راح اقول الشأني الشأن اسم مجرور بالاضافة اسمش بي مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة استاد ليش لان اجيت لقيت بي اللي التعريف مباشرة راحش اعربه اسم مجرور بالاضافة لانه مسبوق بيمن بصفة مشبهة ناخذ مثال اخر مثلا اذا قلنا العاقل بعيد العاقل شرح يكون بعيد النظر الى الامور شرح يكون العاقل بعيد النظر الى الامور وش قال لي اعرب الى الامور شرح اقول له اقل لبعيد صفة مشبهة الى الامور الى الامور هي بكل الاحوال من يجيك اسم مجرور حرف جره اسم ورا مجرور شنون راح تعربه تقول الى حرف جر والامور ش راح تكون اسم اسم مجرور بحرف الجار وعلامة جره الكسرة زي ناخذ حالة اخرى مثلا اذا قلنا العراقي بطل العراقي بطل بطل الحربي وين هالصفة المشبهة تقول الصفة المشبهة بطل الحربي اسم وبيقل التعريف اذا اش راح ناخذه راح ناخذه على انه مجرور بيمن مجرور بالاضافة كما انه من الحالة الاولى اللي هي جر بيمن بالاضافة هسا ناخذ مثال على الحالة الثانية مثلا اذا قلنا محمد محمد حسن حسن وجهه شون اعرب هذا الاسم وجهه واي اسم بيشنو بيضمير متصل اقول وجهه وجه ش اعربها اعربها اسم اسم وجهه راح اعربها فاعل لانها مرفوعة فاعل للصفة المشبهة مرفوع وعلامة رفعه رفعه الضم وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل في محل جار بمن بالاضافة اعربنا اعربنا اما اول مرة الوجه وبعدين اش عربنا اعربنا هذا الضمير هاي اذا اجاني بحالة الرفع اما اذا قلنا محمد حسن وجهن شو راح نعرب هذا وجهن طبعا هذا السؤال من التمارين مالة الكتاب عدك شو راح نعرب وجهن نقول بما انه هذا وجهن منصوب اذا شو راح اقول اقولا وجهن وجهن راح اقول علي تمييز تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح واضح هذا الاعراب مرته هاي بالنسبة المن هاي بالنسبة الحالات الصفة المشبهة لا تنسي حالات الصفة المشبهة جدا مهمة وكم حالة عدنا للصفة المشبهة حالات حالات الاسم الواقع بعد الصفة المشبهة يجيك ممكن السؤال يقول لك ما حالة ما حالة الاسم الواقع بعد الصفة المشبهة شنو حالة الاسم الواقع بعد الصفة المشبهة انت ش تجاوب تقول اولا الرفع على انه فاعل مثال محمد حسن وجهه اثنيا الحالة الثانية شنو الحالة الثانية النصب على انه شنو تمييز مثلا اذا قلت محمد حسن وجها بالنصب يعني شغلي انا من اريد اغير الحالة استاذ شغلي بس ويالاسم الواقع بعد الصفة المشبهة اي بس اذا مرفوع لازم يكون بي ضمير متصل به من اريد نصبه احذف هذا الضمير واخلي الف وانصبه واذا اريد اجره احذف الضمير واخلي التعريف واجره هناك انصبه وهناك اجره الجر بمن بالاضافة الجر بالاضافة مثلا اذا قلت محمد حسن الوجهي هنا مخليت لالتعريف وحدفتها مياملها صار الوجهي واضح بالنسبة للمن بالنسبة للجر بالاضافة هذه الحالات جدا مهمة